نروح لأسئلة المشاهدين نروح مع حضراتكم نبدأ بدنيا سمير بتقول أنا والديتي بتصوم اثنين وخميسة كنت عاوزة أعرف ممكن تاخد قلب مالتي بيت امتى في الصيام وهل ممكن يساعدها أو يقدم لها أصلا فوائد في فترة الصيام ولا لا؟ طبعا قلب مالتي بيت هيبقى مفيد جدا فترة الصيام الجرعة المناسبة في الصيام هيبقى بعد الصحور بنص ساعة ليه بقول دلوقتي بعد الصحور عشان لما أجي أصحى من نوم بتلاقي كتير عايزين ينزلوا ويروحوا شغلهم ووقت الصيام ولا في نس كافي يفوقنا ولا في كافي يفوقنا ولا في أكل ولا أي حاجة فعايز أصحى من نوم أمارس نشاطاتي فالسيدة تقدر تاخدوا بعد الصحور هتلاقي نتيجة كويسة جدا لو هي ماشي على دواء معين من الأدوية بتاعتها ولا يتعرض مع أي دواء طيب منا سيمي أنا بشتغل فترات طويلة جدا بضطر أني أكل من بره ومؤخرا بقى أغلب أكلي من بره عارفة طبعا أنه ضرر كتير جدا بس هل ممكن لو أخدت فيتامينات تحل شوية محل الأكل الصحي دي نقطة مهمة جدا لأن احنا تكلمنا فيها قبل كده بس ممكن نتكلم باستفادة أكتر لأن فعلا في ناس بطبيعة شغلها هو ما يقدرش فعلا إذن إحنا ممكن نطلع نقول كله أكل الصحي بس مش كل الناس ظروفها تسمح بدا يعني في ناس حتى الصبح ما بتقدرش ما عندهش مكانية أنها تاخد صلطة أو تاخد حاجات مهمة معاها تفيدها في اليوم وفي ناس بتشتغل 12 ساعة فطبيعا هيجوع طبيعا هيبقى عايز الأكل سريع يعني دا عندك حق أنا نفسي ساعد بعمل كده كتير يعني بقيت في قناة وميتة مجوع جدت باتيه طيب دا باتيه دا كويس دا في ناس بتلجأ لحاجات تانية فيعني فما قصدي طبعا طبعا طبيعي هل ممكن المكمل الغدائي هنا سوف نتكلم عن قلوة ملتي فيت تحديدا يعود الدنيا شوية طبعا أكيد 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 قلوة ملتي فيت unstاح تقدر يعود لأن فعلا بتلاقي كتير بيع بيشتغلون مأشفت كتير في الصباح هاكل أي حاجة وانزل لكن قلوة ملتي فيت يعود أنت ذلك في كابسولة واحدة ساعتك ليه في القلوة ملتي فيت في كابسولة واحدة بالدعمي فيتامين سي بالدعمي الزانك بالدعمي الكلسي بالدعمي النحاس الفوليك أسد والبيوتين وكل مشتقات فيتامين بي اللي احنا محتاجينها انتيك يومي فأكيد قلب مالتي فيديو يقدر يدعم نقص الفيتامينات اللي مناخدها من الأكل مارين بتقول أنا عضم جسمي بقى بيوجعني من وقت للتاني بدون سبب واضح فكنت محتاجة أعرف ده سببه ايه بدون سبب واضح ممكن يكون عندها نقص في الكالسيوم ونقص في فيتامين دال الاتنين مع بعض الاتنين بيكملوا بعض زي ما نقولت الزينك مع كابر يبقى كالسيوم مع فيتامين دال فلو عندك تعمل التحليل لو عندها نقص طبعا برشح لها قلب مالتي فيت اللي داعم جدا للكالسيوم وبرجع أقول برضو انتي لازم برضو وقتها تستشيري الطبيب لأنه بيبقى فيه حاجات تانية مش بس يعني مشاكل في العظم مش بس نتجتها نقص الكالسيوم عندك الالتهاب الريموتويدي بيبقى مشاكل في المناعة محتاجة تستشيري طبيب عندك مشاكل تانية اليوريك أسد لوعيلي على فكرة في المفاصل فممكن يعمل مشاكل لكن لو عنديش مشاكل مرضية ووقتها ممكن يبقى عندي نقص في الكالسيوم وفيتامين دال أنا بس عايز أستأذن حضراتكو لما تبعثوا أي سؤال ياريت تكتبوا السن لأن برضو بتهيالي السن بيبقى فارق فأي حاجة بس أستأذنكو ابعتولنا سن حضراتكو كام نروح لكريم علي صباح الخير أفضل مستمر على قلب مالتي فيت مدة قد إيه ولو وقفتوا بعد فترة من استخدامه ممكن يسبب أي أضرار جانبية طبعا أستمر على قلب مالتي فيت لايف ستايل التركيز عندي حلوة تركيز بسيطة ما بخافش من أي تركيز أنه يعلى إطلاقا لو قفتوا هيحصل لي نقص فيتامينات أنا يوميا محتاجاها والفيتامينات اللي في قلب مالتي فيت ووتر سالبا مش بتتخزن في الخلايا يعني لو فيه فيتامينز بتتخزن لو أنا مخطعش في الأكل الخلايا بتطلح لكن الفيتامينات القابلة اللي الزوابان في الماء لازم انتك يومي فما نصحش أن أنا وقف قلب مالتي فيت أصلا